يقول فأكثروا ينادينا ويقول أكثروا من الصلاة علي فيه فإنه تعرض علي صلاتكم أمران تأملهما الأمر الأول هذا النبي الكريم فالذي أرسله الله رحمة للعالمين وله عليك الحق العظيم بعد حق الله عز وجل يقول لك أكثر من الصلاة علي من سألك الدنيا ونسألك أمر من حطامها الثاني قال لك أكثر من الصلاة علي صلى الله عليه وسلم هل تنسى هذه الوصية؟ هل يليق بك؟ وخاصة إذا كنت طالب عنه تجس في بيتك ما يسمع منك ولدك في يوم الجمعة كثرة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجس الشخص مع أولاده يوم الجمعة ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الجمعة وداخل الصلاة والباقي الله المستعى ونقولنا الطلاب علم أننا أهل سنة وتجد الواحد منهم أضيع ما يكون لسنة أكثروا علي من الصلاة فيه ثانيا يقول فإن صلاتكم معرضة عليه تأمل إذا جاءهم الجمعة وعرضت صلاة الأمة عليه وما وجد فلان ما صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى على محمد بطريقة تدوم فيها الناس على الهدي ترى إنسان غافل تقول ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أنه يكثر من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه سنة كمك من الأجل إذا علمتها لو أن ولدك أفاق يوم الجمعة ويراك كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منك هذه السنة فأصبح يكثر من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ضرب بها عظمة لسانه إلا كان لك مثل أجري ولو تعلمها منه أبناؤه ولو تعلمها منه جيران وإخوان لك مثل أجوري من دعا إلى هدى من سنى في الإسلام سنة حسنة بدل هذه الخزعبلات جمعة مبارك وكذا نبحث عن الأشياء التي في ديننا وشرعنا نكون بها أمة كما أمر الله سبحانه وتعالى